السلام عليكم تراجع أسعار الدواجنة 7 جنيهات والكيلو ب63 جنيهة تسليم المزرعة هبقت أسعار الدواجنة في المزرعة ثاني أيام عيد الفطر المبارك 7 جنيهات إلى مستوى 63 جنيهة تسليم أرض المزرعة مع هدوء طلب خلال فترة جازة العيد عقب ارتفاع كبير في الاستهلاك وطلب خلال شهر رمضان ويبلغ كيلو الدواجنة تسليم المستهليكن حوالي 73 إلى 75 جنيهة وبلغ سعار الدواجنة الساسوي 73 جنيهة واكتكوت أبيض يسجل يتراوح بين 8 و 9 جنيهات واكتكوت الساسوي يسجل 5 إلى 6 جنيهات وأمهات بيضاء تبلغ 50 جنيه للكيلو وعن أسعار البيضة الأبيض في المزرعة تسجل 108 جنيهات مع زيادة معروضة البيضة جزئية في أحين بلغ سعار كرتونة البيضة الأحمر 109 جنيهات والبيض البلدي 93 جنيهة تسليم أرض المزرعة في أحين يتم أضافة 10 إلى 15 جنيهة تسليم المستهلكين وشدت شعبة الدواجنة على ضرورة تفعيل البورصة الرئيسيات الدواجنة في القليوبية أول مقترح يمكن أن يسهم في ضبط السوق حيث سيؤدي ذلك إلي تحديد سعار العادلة للكيلو بناء على لتكلفة الفعلية وبحسب العرض والطلب في السوق لا تكون الأسعار مناسبة للمنتجين والمستهلكين وتؤكد شعبة الدواجن ان تفعيل قانون 70 لسنة 2009 بحظر ذبح وتداول الدواجن حية بهدف تقليل حلقات التداول والحلقات الوسيطة التي ترفع السعر على المستهلكين حيث يسهم القانون حال تطبيقه في توفير منتج للمستهلكة بمواصفات ثاتجودة عالية وخالية من الأمراض وصحية خاصة من أغلب دول العالم وآخرها الأرجنتين تمنع التداول الحي من أجل الحد من انتشار إلوفلونز الطيور وها هنا قد وصلنا إلى نهاية الفيديو أرجو أن يكون قد نال إعجابكم ترجمة نانسي قنقر